موسيقى 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 سؤال بدي أجابة طويلة بس أنا حاول أختصر أنت بتتحدث عن شعب محتل منذ أكثر من 65 سنة يعني في أرض السلام اللي ما شافتش سلام في يوم الأيام إذا بدي أحكي لك عن غزة غزة ممكن إلها الخصوصية لأنه عاشت فترة صعبة من عام 2007 اللي هو لما ابتدأ الحصار البري والبحري وإغلاق المعابر هذه من هون بلشت المعاناة الحقيقية أو مش الحقيقية المعاناة الصعبة ومرور يعني خلال من 2007 على حد العام هذا حوالي أكثر من ثلاث حروب في ست سنين تخيل يعني أنت بتحكي عن ثلاث حروب في ست سنين شو بدها تكون الأوضاع تحد دالو الرمال يعني كان كان شغلة يعني بصراحة يمكن فهديك الآونة خليني أحكي لك بصراحة يعني شغلة استفزتني نوعا ما إنه إنه كيف في ظل هالعدوان وهالقتل كان للأطفال والنساء والشيوخ إنه لحظت إنه في ناس كتير يعني عم بتاخد دالو دالو اللي هو المية إنه مشان يعيشوا جو معين في ناس يعني كمان قاعدة بتتدبح يعني مش بس مش فقط في غزة في أماكن عدة في الوطن العربي أو خليني أحكي لك في الشرق الأوسط بس أنا بدي أختص بفلسطين أو بغزة لأنه المنطقة اللي أنا طلعت منها فحسيت إنه يعني الشغلة أصبحت يعني غريبة نوعا ما إنه الناس كلها صارت تقلد يعني أو خلينا أقولك أو أعتبرها كأنها تقليد أعمال كل عمال بديرها حاله تلجمي طيب في ناس يعني إحنا ممكن نساعدهم بحاجة أكتر الناس الجعاني الناس اللي اللي بتنقصف يوم يوم الناس اللي اللي بتموت أطفال نساء اللي شفناهم في هالمجازر رهيب اللي صارت في هاي الحرب وما لقناش حدا حدا متحرك فأنا استفزيت من داخلي إنه كل عمال بضحك وشايف الموضوع دلو المية إنه هذا الشي بضحك يعني أو شي مثلا إنه غريب أو الكل صار عمال بعماله تلي فأنا يعني حبيت إنه أنا أعمل أجرب إنه أشوف طيب الواحد اللي بنزل حاله دلو المية هذا طيب كيف الإنسان اللي بنقصف عليه بيته وبينزل عليه التراب والردم شو شعوره هذا اللي يكون فحبيت إنه أنا يعني أيش الشعور مش إنه بدي أعمل أعمل يعني إنه قصة إنه بدي حد يقلدني لأ إنه حبيت أوري إنه إنه شوفوا هادول الناس أيضا يعني هادول عايشين معانا يعني بشر هادول اللي عمالين بموته بنقصفه وهالمجازر اللي اللي فعلا رهيبة جدا اللي صارت فيه خلال هذا العدوان وللأسف ما شوفناش حد حرك ساكن من عالم الحر يعني ما اسمعناش غير التصريحات واللي زي كل مرة واللي زي كل عدوان بيه موسيقى 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 آه سؤال غير شكل هاده شوفي أنا أنا إنسان بسيط في عندنا مثلا فلسطيني بيقول مداح نفسه كذاب عرفتي ما بحبش يعني بحكي عن حالي لكن أنا الحياة اللي عشتها يعني لليوم أنا متمسك فيها مش قادر أتغير عشتي بعض ناس بقولوا لي لا أنت لازم تطلع من الجو هذا وتصير أنت خلاص نجم أنت كذا أوكي يعني أنا وراسي بس أنه حياة اللي أنا عشت أنا عشت حياة صعبة جداً يعني ما بديش يعني إذا بدي أفوت لك بتفاصيل بخلصش بس أنه أبوي طول عمره بيحكي شغلي يعني أنا أنا بعتبر والدي قدوي يعني الله يسهل عليه الوالد بقول لي بقول لي اللي الزلم اللي بندعك الشيك كان يعمل لي بقول لي بطلعي الزلمة عرفت كيف فبديش أقول يعني أنا مش اندعكت بس يعني متليفت كمان فالحياة والبيئة اللي أنت بتعيش فيها الإنسان إبن بيئته عرفت كيف أنا عشت ظروف كتير صعبة في أسرة بسيطة في حي بسيطة في مخيم أنا عشت في مخيم يعني شو بدي أقول لك يعني أنا لما وين يعني شغلي لما كنا وإحنا صغار أنا بشوف الصغار سبحان الله أجمل شيء في الدنيا لما تلاقي صغير بلعب مع لعبة كده إحنا ما كناش يعني يعني في المنطقة اللي أنا كنت عايش فيها ما كانش هالملاعب ولا هالمنتزهات ولا هالأشياء يعني إحنا كبيرنا كنا نجيب هالحجرين أو نحط اللي يكرمك شباشب ونعمل عرضات جوان ونلعب وإحنا حافين والله والواحد فينا يتجرح يتجرح في لما نيجي نلعب كورة خمس مرات ودم وينزل من الرجل وهي من رجلها ونكمل عادي عرفت كيف هاي كانت يعني هاي كانت الشغلات اللي أنا بأتذكرها بس بالنسبة إلي قديش كانت صعبة هاي الشغلات بس قديش كانت حلوة رفت كيف وهي الشغلات بأبرش أطلع منها أو أتقمص حياة يعني غير اللي أنا فيها صح يعني أنا اليوم يمكن بعض الناس اللي حكولي أنت واجهة ولازم تكون كذا يعني الواحد يعني كيف بدي أقول لك دائما يعني أكيد إنه الإنسان أخلاق واحترام للغير هذي شيء مهم ولكن يعني في عداية عندي أنا يعني صعب إنه أنا أطلع منها أو أخرج منها والله أنا كان حلم إنه أنا أصير صحفي ولكن فنحت في الغنى شكرا